ازايكم يا حبيبا عاملين ايه يا رب تكونوا بخير كل عام وانتم بألف خير خلاص اقتربت اجمل ايام واجمل شهور السنة شهر رمضان المبارك اعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات انا جبت شوية مشتريات بسيطة كده لشهر رمضان اكتر هم هستخدمهم في شغل في الاعمال اليدوية والباقي هيكون لتنسيقات دكور برضو اغلبية الدكورات او الحاجات اللي انا جبتها دي هستخدمها معكم واحنا بنفرش ان شاء الله زينة رمضان معلش هنعرف اتاخرت عليكم في الفيديوهات بس ان شاء الله هنزلكوا بقية سلسلة زينة رمضان اليومين دول وخلص قربت ان انا اخلص فيديوهاتي وابدأ معكم ان شاء الله بفرشة زينة هنا اول حاجة هوريكم اول مشترياتي الخشبيات دي بصراحة شكلها تحفى قوي وعجبتني جدا وخامتها جميلة وكدكور ما شاء الله قيمة جدا جبت الهلال ده هو لو قاعدها خشبية بسيطة مستدرة كده او على شكل بيضاو بتتثبت عليها فيها تلات فتحات بتتثبت عليها بكل سهولة مكتوب عليها رمضان مبارك وفيها كده شكل فنوسين وهلال شكلها جميل قوي مكتوب رمضان كريم هنا الهلال التاني على شكل مسجد او مقزنة جبتهم مختلفين على بعض هلال ودلية على شكل المقزنة وهلال هو فيه دلية مكتوب فيها رمضان كريم الواحدة من دول كانت سعرها 15 جنيه مش غالية بس الجد جميلة جدا وشكلها قيم كمان عجبني او الكوستر اللي هو شكل المضرب ده انا عندي منه الحجم الكبير بقاله اكتر من سنتين بس عجبني الحجم ده بيكون جميل جدا كده وقت الفطار كوبية قهوة معها اي حاجة كيك او سندويتش زي ما انتو حابين هنا برضو الكوستر العريض ده هو يعتبر صانيه تقديم الوجبات للفطار او للعشا فيها ست ستة كوستر صغير تقدر تقديم عليه المجات او كوبية الشاي الاهواء النسكة فيه زي ما انت حابة كمان تقدر تعملي فيه توزعات للفطار في الاربع مربعات الفضين دول وفي الجزء الكبير ده بتقدم الفطار بتاعك او بتاع اولادك جميلة جدا وعجبتني وكمان هستخدمها معاكو في حاجات كتيرة اول فترة الجاية برضو عجبني شكل خشبي جميل جدا في تعليقة المفاتيح او علقة المفاتيح مكتوب عليها عليها اشكال الفلمانج وشكلها جميل جدا وكمان لونها لايق جدا مع الدكور عندي لون البني في الخشبيات انا عمتا بحب البنيات ودرجاته وداخل معها البنك كده لونه قيم بجد حلوة او عجبتني سعرها كانت تقريبا بعشرين جنيه هنا جبت سطارة سطارة الزينة او سطارة النور لشهر رمضان برضو جد كنفسي فيها قوي ودورت عليها رمضان اللي فات ما لقيتهاش لقيت منها سلوك نور فرداني او منفردة واحجام صغيرة كنت جاي بس هنا اللي فاتت كم شكل منها بس سطارة كاملة انا ما كنتش لقيتها بصراحة دخلت مكتبها كده يعني مش انها دلع من كام يوم كنت بجيب شوات مشتريات دخلت مكتبها اول ما لقيتها جبتها فيها الطيمر بتاعها ده بيقلب كم درجة للاضاءة وفيها الوان كتيرة شكلها شيك جدا وقيم قوي دي كانت سعرها 150 جنيه حوالي 3.5 متر ان شاء الله تشوفوها معي وهي مفروضة في فرش رمضان ان شاء الله خلاص هانت وقربت ان انا افرش معا كزينة كلها كمان انا كنت رمضان اللي فات واللي قبله كنت بجيب شرية سوري اسلك النور او الاضاءة دي كنت بجيبها باشكال يعني مرة شكل فوانيس مرة شكل هلال كان عندي برضو شكل طفاحة كده كان شكله حلو قوي انا حبيت المرة دي ان انا اجيب اللون الاصفر ده كان عندي ابيض والوان عجبنا اوي اللون الاصفر ده ويكون لونها بسيطة ورقيقة كده بحيث ان انت تقدر اتلي فيها حوالي اي فانوس او تحطيها داخل فانوس او هلال بتدي شكل جميل جدا وهستخدمها معاكم في الفيديوهات الجاية ان شاء الله وكمان هنزين بيها برضو ذكراتنا اللي احنا هنعملها في رمضان هنا بقى كان بجد يوم عظمة ويوم جميل جدا بالنسبالي يوم ما كنت في الحسين اعجبنا اول فانوس ده هو قال لي ان الجزء ده ممكن نحط فيه شمعة الشمع العادي او ممكن نحط فيه الكرة المنيرة او المضيقة بتبقى جميلة جدا وعجبني اول لون الازرق بجد خطفني كده لان انا بحب اللون الازرق جدا وكمان جبت السبحة دي من هناك جبت اللون الازرق في الجلد وجبت كمان سبحة لولي لونها ابيض كده او كريستال ثواني ده شكلها هي اكبر شوية من هي نفس العدد بس اللولي بتاعها كبير شوية وكمان فيها دلية كده اللية خمسة وخمسة المهم هي شكلها بجد لفتت نظري وعجبني اول الازرق والابيض كمان عجبني المصحف ده هو لونه دهبي ومحدود في حفظة دهبية برضو شكلها شيك كده وقيم ممكن تتعلق او تحطي كده كدكور فوق الفانوس او فوق اي حاجة هتزيني بيها او ممكن تحطي لانه مصحف تحتفظ به او تقدميه دي كمان عجبني بورج ايفل ده انا جيبته بصراحة حطه في المطبخ كده عارفة بقى اللي هو بتفتري بقى في باريس وكده بحب انا اتجوه ده اللي هو دلع نفسي وانا هقفة في المطبخ لان انا بحب المطبخ جدا ويبقى بقضي فيه وقت كبير فهيتنقل معايا يعني في ال لما كده قعدة بعمل شغل وحب اروح بقى باريس دايما انت عارفين خلاص بقى حطه قدامي ولما كون في المطبخ برضو وقت ما بتكوني بتجاهزة في طريق كده وهو محدود قدامك انا بحب بقى وانا انا اهتم بالذكورة دي جبت الفونس الصغيرة دي الفونس من ده كان بخمسة جنيه عجبني شكلهم وانا زي ما قلتلكم بحب الخشبيات فجبت الاربعة دول وكمان جبت المغناطيس ده اللي هما اشكال اشكال معناطيسية بتتلزق على التلاجة بقار وعمو شكشك وفطوطة وبوجي وطمطم وشكل فانوس عجبني شكلهم جدا وكمان لقتهم بارزين وشكلهم حلو زي ما انتوا شايفين كده هلزقهم على التلاجة برضو وانا بفرش فرش رمضان ان شاء الله لما خلص الصالح هوفرش بالمطبخ وعلق سطارة المطبخ هلزقهم معكم على التلاجة عجبني فرع الورد ده لاني دايما بلاقي عباد او دور الشمس باللون الاصفر عجبني اوي اللون الابيض او اللي هو قريب للقفايت شوية فجبت الفرع ده بخمسة وعشرين جنيه ما كان شغالي جبت برضو الشمعة دي دي شمعة فواحة بريحة جوز الهمد ريحتها جميلة قوي عجبتني دي هي باغة علبة باغة كده هي هي الافضل انها تكون سكرية بس انا عجبتني يعني انا انا جبتها على اساس ان هي مدياني شكل المبخرة وانا بحب المبخرة والجو ده بقى عارفين انتو الجو ده حبيتها جدا وحبيت ان انا برضو هستعملها استخدمها في كم حاجة ممكن استخدمها كمبخرة وهقول لكم هنبطنها من جواه ازاي وممكن احط فيها شمعة مديقة زي ما انتو شايفين كده وممكن تستخدميها سكرية شكلها جميل جدا كمان عجبني بوت الورد ده لقيتهم اتنين مع بعض اللون وبينك والورد بتاعه فروع لونها اخضر وهي متعانة كده باللون البينك فيها وردات صغيرة بينك شكلها جميل جدا تقدر تستخدميها كانتيكة وتقدر تستخدميها في دكور وتقدر ان انت تغيري شكل الورد ده اي وردات عندك وحبيت تغيري شكلها هتنقلي الورد في بوت تاني او تنقلي ورده تاني في البوت ده برضو جبت الشامعة الالكتروني ده بوت الورد اللي اتنين مع بعض كانوا 25 جنيه انا جبت بقى الشامعة الالكتروني كنت دايما بجيب الشامعة العادية اللي انا بحط فيها اتنين حجارة وهي بضغط على البور بتاعها افتحها بس بصراحة كانت ضعيفة جدا مجرد ما بتقع خلاص السلك بتاعها ببوز وما بقتش اتنوار معايا تاني انا لقيت في المكتبة التلاتة دول نازلين شكل جديد كده ديكور التلاتة مع بعض بيشتغلوا بالرمود بنقدر نتحكم فيه الوانها ودرجتها بالرمود الصغير اللي جاي معها ده هنا الشامعة دي تقريبا الحوارة بتاعتها كانت مقلوبة فهزبطها بس معكم وعركوا اضايتهم التلاتة مع بعض بيكون شكلهم عامل ازاي هنا بقى الرمود موجود فيه باور فتح وقفل ون وقف وفيه زرير في جميع الالوان كل لون بيقلب بدرجاته من الفاتح للغامل موجود فيه برضو طايمر اربع ساعات وطايمر ثمان ساعات وطايمر ساعتين لو انت حابة تثبتيها تفضل شغالة معاكي اربع ساعات متواصلين مش هتفصل غير لما الوقت بتاعها خلاص ينتهي او ساعتين او ثمان ساعات زي ما انت حابة وانت مضبطة طايمر كده تعملي اللون يقلب الضرار اللي بيقلب الوان كتير هيقلب معاكي حوالي ستة او ثمان الوان كل لون بدرجاته برضو لو حابة تثبتيها على لون الشمع العادل اللي هو اللون الاصفر بتثبتيها بجد جميلة جدا شكلها قيم ومن الحاجات اللي فرحتي بيها جدا وعجبتني في المشتريات ودا الباور بتاعه باور ريكوت زي بنقفلها خالص لو هي مقفولة وفتحتي من الرمود مش هتفتح معاكي غير لما تفتح الباور بتاعها كمان عجبني الشموع الاصلايم دي بجد جميلة قوي والوانها جميلة وكمان معطرة رحتها حلوة قوي كل لون لون ريحة معينة في ريحة الورد في ريحة الفل في ريحة النرجس في ريحة الفراولة وريحة الكريز في ريحة الكيوي جد شكلهم جميل جدا ورقيق خالص وحاجة جديدة فيهم من جوا كده شكل صدف او قواقع مش عارفة شكلها واضح معاكو في التصوير ولا لا وكمان فيها الترتل اللي هو النجوم ده بجد حلوة قوي وعجبتني دول شمع شكل اللي هو سلايم وكمان البوت بتاعها ده إزاز بوت زجاجي وجواها الشمع بجد عجبتني خالص برضو وهستخدمها معاكو في كم حاجة في دكورنا الدكورات اللي احنا هنعملها الفترة الجاية كمان عجبني الحروف المضيئة دي كان موجود حرف ي وموجود حرف ريان الـ A والـ R بس بصراحة مردتش أجيب لريان غير لما ألاقي حرف بسمة لها محمود كمان فجبت الحرف بتاعي الأول ويعني وصيته إن هو يوفر لنا بقية الحروف فاجبهم مع بعض هنا بيتحطي 2 حجرة وبنفتح الباور بيدي إضاءة جميلة معنا بس الأسف الحجر اللي أنا اشتريته اللي هو الرفيع تقريبا نصف ملي وده الحجر اللي هو الألم واحد ونصف فان شاء الله هجيب الحجر وأقول لكم شكله المرة الجاية في بقية الفيديوهات بتاعتي عجبني برضو المجده وأنا بعشاء المجده بصوا وأنا هواي عندي المجده والشموع والورد عجبني المجده لونه بجد خطفني كده لون الاسود أنا عندي مجده كتير قوي بس اللون ده بجد شدني كده فجبته خلاص معي وده كان آخر حاجة في مشترياتنا كمان في فيديو في معي مشتريات تانية بس للمطبخ لو أنتوا حابين أنزل لكم مشتريات المطبخ وعمل لكم بقى فيديو اكتبولي في التعليقات وأنا نزل لكم فيديو بمشترياتي الحاجات اللي أنا هستعملها في رمضان من البورسلين والسيراميك والغيرانيت وكده أتمنى الفيديو يعجبكم ولو عجبكم ما تنسونيش من اللايك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانتظرين إن شاء الله في باقي سلسلة فيديوهات رمضان وفرش رمضان وأشوفكم على خير ترجمة نانسي قنقر